اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن اجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل بحيث تجرى انتخابات تشريعية في 21 من ايار مايو من العام الجاري وانتخابات رئاسية في 31 من تموز يوليو المقبل من جهتها رحبت حركة حماس بمرسوم الرئيس الفلسطيني واكدت حرصها على انجاحها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الناس تبدأ من الان لان التسجيل بالطبع حتى تقدر تنتخب لازم تكون مسجل بالانتخابات وحتى تكون مسجل بالانتخابات لازم تدخل على موقع الانتخابات وتسجل الى كرونية وبالتالي هي متاحة الانتخابات التسجيل الى الانتخابات رسميا احنا من 10 شهر حسب القوانين المدرجة ولكن ابتداء من اليوم بدأ الواحد يفتح على موقع الانترنت ويسجل نفسه ويصبح جزء من العملية الديمقراطية وانا حقيقة من هنا بدعوا الشباب خاصة الشباب والشابات بالطبع انه يشاركوا في هذه الانتخابات التي تشكل المحور الاساسي للديمقراطية الجديدة بدأ الشارع الفلسطيني مرتاحا مع اصدار الرئيس عباس مرسوما رئاسيا لتحديد موعد الانتخابات بعد غياب 15 عاما على امل ان تسهم الانتخابات في تجديد الشرعيات للهيئات القيادية او ربما تأتي بقيادات جديدة تصنع تغييرا في الحالة الفلسطينية الراكدة والله هذا الموضوع اذا تم ان شاء الله انه بتم بحل الاشكال بين الضفة وغزة يعني بترجع الامور لمجاريها انتخابات عبارة عن مطلب جماهيري وشرعية وتثبيت الشرعية لنا لانه امورنا فالت هيك فاحنا مع الانتخابات ومع انه الاستمراري وتصويب موقفنا كفلسطينيين وانظرنا كل هيتنا يد وحدة وكون في وحدة فلسطينية حقيقية ورغم ترحيب فتح حماس بتلك الانتخابات المزمعة الا ان الكثير من العقبات ما زالت بحاجة لتذليل لتحدث الانتخابات فعلا قد ثقى المتبادلة والرقابة وحرية الدعاية الانتخابية والاهم ان تجري الانتخابات في القدس ايضا وان توافق اسرائيل على ذلك وكل هذه الامور ستناقشها الفصائل الفلسطينية الاسبوع القادمة في القاهرة الاولوية ايضا لشعبنا فلسطين في مني مقدسة الذي لابد ان يمضي خدما باتجاه الانتخابات ترشيحا وانتخابا وبالتالي كل معيقات الاحتلال سنحاول تذليلها من خلال الحوار الذي سيكون بين الفصائل الجميعا في القاهرة بعد ازدار المرسيم الرئاسي فتح حماس اتفقتا ان الانتخابات ستكون بالتوالي برلمانية ثم رئاسية ثم مجلس وطني وستكون بنظام النسبية الكاملة على مستوى الوطن بحيث يكون التنافس بين قوائم وليس افراد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة